إن الذي أريد أن أفعله في هذا الفيديو هو تفكير في الفرق بين الطريقتين مختلفتين لتفسير قيمة G كما تحدثنا سابقاً العديد من الكتب تعطيك G وهي 9.81% لكل مربع ثانية للأسفل أو باتجاه مركز الأرض أو أحياناً نعطيك كمية سالبة والتي تشير إلى الاتجاه سالب 9.81% لكل ثانية تربيع وبضرورة للأسفل وعلى الأرجح طريقة الأكثر شيوع لتفسير هذه القيمة هو التسارع التسارع بسبب تسارع الجاذبية الأرضية بالقرب من سطح الأرض التسارع بسبب تسارع الجاذبية الأرضية بالقرب من سطح الأرض Acceleration due to the gravity near Earth's surface هذا الذي سوف نركز عليه في هذا الفيديو الجسم يسقط سقوط حر الجسم يسقط سقوط حر والسبب في التشريد على هذا الجزء الأخير لأننا نعرف العديد من الأجسام القريبة من سطح الأرض والتي ليست في حالات سقوط حر بالقرب من سطح الأرض على سبيل المثال أنا قريبة من سطح الأرض وليس في حالة سقوط حر إن الذي يحدث لي الآن هو أنني أجلس على كرسي وهذا هو الكرسي هذا هو الكرسي وهذا أنا دعنا نقول أن الكرسي يتحمل لأكل وزني وسقي تطير في الهواء إذن هذا أنا إذن ماذا يحدث هنا إذا كنت في حالة سقوط حر سوف أتسارع باتجاه مركز الأرض بمقدار 9.81% لكل ثانية تربيع لكن إنما يحدث لي بسبب القوة الجاذبية إنها بالكامل تتعادل بفعل قوة التلامس العمودية من سطح الكرسي وهذه القوة العمودية سوف أجعل كلاهما متجه إذن المحصلة الكلية في هذا الوضع تساوي صفر خاصة في الاتجاه العمودي لأن القوة المحصلة تساوي صفر فإنني لا أتسارع باتجاه مركز الأرض لست في حالة سقوط حر وبسبب هذه 9.8% لكل ثانية تربيع سوف أتكلم عن ذلك في ثانية ولكن لست جسم في حالة سقوط حر وطريقة أخرى لتفسير ذلك إنه لسى تسارع بسبب الجاذبية الأرضية بالقرب من سطح الأرض لجسم يسقط سقوطا حرا على الرغم من أن هذا ربما بشكل عام يمكنني تفسير هذا إنه مجال الجاذبية الأرضية أو في الواقع هو متوسط التسارع لأنه في الواقع يتغير قليلا في جميع أنحاء سطح الأرض لكن طريقة أخرى لإظهار معدل المجال الأرضي لسطح الأرض طريقة أخرى هو إظهار هذا كمعدل المجال الأرضي لسطح الأرض سأتحدث ماذا يعني معدل المجال الجاذبية على سطح الأرض هذا شيء تجريدي أكثر وسوف نتحدث عنه في ثانية لكن إنها سوف تساعدنا في تفكير في جي بناء على هذا السيناريو حيث أنني لست في حالة سقوط حر المجال عندما نفكر في سياق الفيزياء قليلا أكثر تجريديا من المفهوم في سياق الرياضيات ولكن في سياق الفيزياء المجال هو كمية مرتبطة مع كل نقطة في الفراغ إذن هذه هي بالضبط كمية مع كل نقطة في الفراغ gravity with every point in space وهي في الواقع كمية قياسية في حالة نسمي هذا مجال كمي هذه هي القيمة أو أنها سوف تكون كمية متجهة لها مقدار واتجاه مرتبطة بكل نقطة في الفضاء في حالة نحن نتعامل مع متجه المجال وسبب لماذا نسمي هذا مجال بسبب الكرب من سطح الأرض لذا إذا أعطيتني الكتلة على سبيل المثال ربما الكتلة بالكيلو إغرام إذا كنا بالكرب من سطح الأرض وأنت أعطيتني الكتلة دعنا نقول هذه الكتلة 10 كيلو إغرام ويمكنك استعمال جيل لإيجاد القوة عليها من الجاذبية على الجسم عند أي نقطة في الفراغ على سبيل المثال إذا كانت هذه الكتلة مقدارها 10 كيلو إغرام هذا سطح الأرض وذلك مركز الأرض إذن في الواقع هي كمية متجهة والتي اتجاهها باتجاه مركز الأرض والمقدار لكمية المتجهة سوف تكون الكتلة ضرب G هذا تقريبا يحدد الاتجاه يمكنك أن تقول 9.81 متر لكل مربع ثانية باتجاه مركز الأرض وفي هذا الوضع سوف تكون 10 كيلو غرام ضرب 9.81 متر لكل مربع ثانية والتي حوالي 98.1 كيلو غرام متر لكل مربع ثانية والتي هي وحدة القوة وهي نيوتن أو 98.1 نيوتن وهذا الشيء ربما ليس في حالة سقوط حر لذا هذه لماذا تصبح ما هي صلة G عندما يكون الجسم ليس في حالة سقوط حر G تعطينا تأثير القوة من الجاذبية لكل وحدة الكتلة على جسم بالقرب من سطح الأرض إذن دعني أفكر فيها إذن هذا معدل المجال الأرضي والتي تعطي قوة لكل كتلة حيث إذا أعطيتني قتلة بالقرب من سطح الأرض سواء كان الجسم في حالة سقوط حر أولا سوف تضرب الكتلة ضرب G بسبب أنها تعطيك القوة لكل كتلة وسوف تعطيك قوة الجاذبية وتؤثر على الجسم بالقرب من سطح الأرض سواء كان سقوط حر أو لا لذا أريد أن أفعل هذا التمييز قليلا بسبب أن جي سوف تعود لهذه الطريقة الموجودة هنا في وقت ما كنت قد تواجه هذا ستقول لا 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 ولكن هناك صلة لجي حتى في من الواضح أنك لا تستطيع القول بأن التسارع عندما أكون جالسا على الكرسي هو 9.81% باتجاه مركز الأرض أنا لا أتسارع وبالتالي إنهم يستطيعون القول لا لا يمكنك أن تسمي هذا التسارع إنه تسارع عندما يكون الجسم في حالة سقوط حر بالقرب من سطح الأرض إذا لم يكن هناك مقاومة للهواء إذا كانت محاصلة القوة هي قوة الجاذبية وبعدها في الواقع فإن الجسم سوف يتسارع لكن يصبح بلا أصلا نحن نعلم أن العديد من الأجسام ليست في حالة سقوط حر وأن الجسم في حالة سقوط الحر لا يبقى طويلا في حالة سقوط حر لكن نحن نعلم أن جي في الواقع لها صلة بجميع الأجسام إنها تخبرنا القوة لكل كتلة ومن المغري أن نسميها دائما تسارع بسبب وحدة من تسارع ولكن حتى لو كنت تتحدث بمصطلح المجال الأرضي إنها ما زالت بالضبط نفس الوحدات نفس المقدار ونفس الاتجاه إنها طريقة مختلفة لإظهار ذلك هذا التسارع الجسم يسقط سقوط حر هنا شيء لنضربه بالكتلة لإيجاد القوة بسبب الجاذبية ترجمة نانسي قنقر